هي لو تقدر الحكومة مش تقاطع الإمارات تقاطع الأمريكان والإنجليز والفرنسيس لحاميرات طائراتهم الآن تقدر تحارب ومبارك الله فيه هذا السائل تذكر لفجور الإمارات والمصريين ومعاملتهم لنا وتحالفهم مع حفتر ونسي ما يفعله الأمريكان الآن في غزة هي حرب الأمريكان الآن ما هيش يعني حتى خافية ولا في السر من تحت التحت الآن معلنة أول مرة هكذا تحالف العدو من الدول الأجنبية والغربية تحالفون ويقاتلون بالسلاح وبالجنود وبالخبارة وبكل ما يملكون هؤلاء هم الذين يجب أن يقاطعوا لو كان هناك قدر على مقاطعتهم يجب أن يقطع النفط هذا أول شيء لأن إذا قطع النفط هذا أعظم عليهم من قطع آقات دبلوماسية لكن لنصف نحن عاجزون أنا ذكرت أن السفرهم يتدخلون حتى في الشؤون الإدارية الخاصة وليس السياسية هذا لضعفنا ولتهولنا ولبقائنا في بيوتنا ولم نملك أمرنا وتركنا عدونا يتحكم ترك الأمم المتحدة وليس سلمنا أمر إليها كان يجب عليها أن نأخذ إلى البيعات الأممية ونطرتها من ليبيا بحيث لا تكون شيء يتحكم في مصرنا وكل مرة تطلعنا أسطورة وتطلعنا سيناريو وتطلعنا خمسة زائد خمسة يبحثهم جديد مع جينيف وكذا إلهه فينا كل مرة يعني يجبونا مشروع من مشروعات من البائسة التعيسة الفاسدة ونحن نشتغل بها المسألة المعقدة تريد من الناس جميع أن يشاركوا لتحقيق بلاد بلادنا لم تتحرر بعد الثورة فبراير فبراير وقفت في نصف الطريق وهذا من أخطر ما يكون والناس يتقاعسون ويتخلفون عن نصرتها ولو جمعوا أمره ووقفوا وخرجوا كما خرجوا في أول فبراير 2011 لا تغير الأمر